بسم الله الرحمن الرحيم نحن القائمة المستقلة المدافعون للحق سندافع عن حق كل ولاية منوبة في العيش الكريم ويتمثل ذلك في تطوير قطاع النقل العمومي لجعله يستجيب لحاجات كل سكان الولاية بكل فاعلية خاصة في مجال توقيت السفرات وعددها بما يسهل السكان والعمال الذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة ورح اعتبار الشباب قوة انتاج وثروة وطنية يجب المحافظة عليها ومساعدتها في الحصول على العمل عوض اعتبارها مشكلا للبلاد النهوذ بالقطاع العمل البلدي في ميدان النظفة والعنايب البيع وذلك بتجهيز كل البلديات بما تحتاجه من معدات وآليات وعمال وتحسيس المواطنين بضرورة تعاون في هذا المجال العام تسليط الأضواء على المظالم الحاسرة بالمنطقة الصناعية باقصر سعيد خاصة في حقوق العمال والعاملات من هضم حقوقهم باعتماد عقود لا تستجيب لأبسط حقوق العمال وضمان حصول كل المنقطعين والمطردين عن العمل على أجورهم وأقول لهؤلاء الذين يستعبدون العمال خاصة في منطقة خاصة في منطقة قصر سعيدة ما تستعبدتم من ناسا وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة ثم اعتبار صندوق التعويض خط أحمر لا يمكن مساس به وعدم وفقة النداء على زيادة في سنة تقاعد أو رفع مسامة العمال في السناديق الاجتماعية ولدينا خطة جاهزة لإنقاذ هذه السناديق دون المس بقدرات الشعب التونسي كذلك وضع أمن فلاحي يقوم بحماية الفلاحين خاصة بالمناطق النائية واعتماد أبناء هذه الجهات في الأولوية في الانتداب داخل هذا السلك لتوفير الحماية للفلاحين قصد تربية الماشية والرفع من مستوى الإنتاج هذه الجهات كذلك استعماء اتصال بأبنائنا في الجالية التونسية بالخارج لمساعدتهم على بعض مشاريع فلاحية بالأساس يكون لها جدوى في تعقيق الاكتفاء الذاتي لشعبنا عوض الاعتماد على الاستيراد ووضحت لظاهرة إسكاب الحليب التي هي موجودة من وقت النظام السابق عوض أن نستورد الحليب في الفترات الناقصة وشكرا ترجمة نانسي قنقر